مع الساعات الأولى للتظاهرات الجمعة بدى واضحاً أن نثمة جديداً فيها فكانت نوعية الشعارات واللافتات المرفوعة التي إخلت من صور الرموز الدينية أو السياسية فضلاً عن مشاركة العنصر النسوي بكثافة فيها من خارج دائرة الناشطات المدنيات بل بدى واضحاً وجود نساء عراقيات بالزي الشعبي المعروف بأعمار متفاوتة وتصدرهن الحديث مع المتظاهرين والمشاركة في ترديد الشعارات منذ العاشرة تسجل رمي رصاص على المتظاهرين وستجلت حالات إصابات كثيرة والإصعافات تنقل ولا زالت الأصوات إذا تسمعون أصوات سيارات الإصعاف تنقل من خلف الجسر من منطقة الخضراء وعلى خطة التظاهرات السابقة خرج المتظاهرون بالسلمية وكعادتها استخدمت القوات الحكومية والميليشيات الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيين للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة بغداد والذين توزعوا على ساحات التحرير والطيران وفوق جسر جمهورياً مؤدي إلى المنطقة الخضراء العشرات من الشهداء سقطوا وأصيب نحو ألفين آخرين خلال يوم واحد من التظاهرات المستمرة الأمر الذي يعكس حجم آلة القمع الحكومية التي استخدمت في التعامل مع المتظاهرين إلا أن السلطات الحكومية وقادتها الأمنيين اتهموا كما في كل مرة من سموهم المخربين والمندسين باستغلال التظاهرات وتنفيذ أعمال القتل فيها وعلى ما يبدو فإن الأعداد التي سقطت خلال تظاهرات الجمعة تنسف جميع روايات الحكومة بعدم معرفتها بالمتسبب بقتل المتظاهرين بما في ذلك تقرير لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات الهزيل حيث أن الجاني أصبح معروفا كما كان سابقا لا سيما بعد توثيق إطلاق القوات الأمنية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين السلميين في العديد من المقاطع المصورة تظاهرات الجمعة جاءت دامية على خلاف التعهدات الحكومية التي أطلقها عبد المهدي بالحفاظ على المتظاهرين وضمان سلامتهم فكيف ستبرر الحكومة قتلها العشرات خلال يوم واحد بعد أن استهلكت جميع مبرراتها ومن ستقيل هذه المرة لإبعاد التهمة عنها وعن ميليشياتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر